قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لندن اليوم إن إيران تواصل التصرف كدولة مصدرة للإرهاب ولا تزال ترى نشاط المتطرفين وردنا على سؤال عن تصريحات ندل بها في عام 2012 عن أن التهديدات الثلاثة الرئيسية التي تواجه ولايات المتحدة هي إيران ثم إيران ثم إيران قال ماتيس إن سلوك إيران لم يتغير منذ ذلك الحين وأضاف في الوقت الذي تحدثت فيه عن إيران كنت قائدا للقيادة المركزية الأمريكية وكانت إيران المصدرة الرئيسية للإرهاب وهي تواصل هذا السلوك حتى اليوم